أزمة حقيقية تلك التي يمر بها الواقع التعليمي في العراق وتبرز جلية عندما يتذيل ترتيب الدول من حيث جودة التعليم المدارس في محافظة القادسية مثالا حيث أن بعضها يفتقر إلى مباني ملائمة بينما يعاني البعض الآخر من عدم المستلزمات التعليمية إذا تحدثنا عن الدوانية فهناك حالات مأساوية في هذه المحافظة وفي هذا القطاع تحديدا يعني هناك مازلات مدارس طينية مدارس من الكرفانات مدارس بلا رحلات مدارس بلا اهتمام مدارس بلا أبسط مقاومات البنى التحتية مجلس الديوانية أشار إلى أن القطاع التعليمي وصل إلى مراحل متقدمة من الإهمال حيث تحتاج المحافظة لأكثر من 500 مدرسة الديوانية الآن فيها نقص أكثر من 500 مدرسة فيها مدارس ثلاثية وفيها مدارس آئلة للسقوط وفيها طلاب يدومون فيها تلاميذ أيضا بعض المدارس أخرى فيها تلاميذ في المدينة وفي القرى وفي الأرياف بالتالي يجب أن يكون اهتمام خاص من قبل وزارة التربية لبناء بعض المدارس وبناء بعض الأجنحة أكثر من ثلاث فترات تدريسية بأعداد كبيرة من الطلاب في المدرسة الواحدة دفعت أطفال الديوانية للتعبير عن الواقع السيء الذي يعيشونه في مدارسهم صبرات ماكو، الرحلات نقعد أربع بيها والحمامات من نظيفة حمامات ماكو، رحلات ماكو، نقعد بيها المدارسة مالاتنا واقع الطابق مالاتها وتنكت علينا بالشتة والرحلات الأربع نقعد برحلة وحدة أما التبريرات الحكومية فقد كانت كالعادة بسبب التخصيصات المالية والأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد كما جاء على لسان رئيسة لجنة التربية في مجلس المحافظة التخصيصات المالية هي ليست بمستوى الطموح في ظل هذه الظروف التي باتت فيها مديرية التربية في محافظة الديوانية بأمس الحاجة لهذه التخصيصات لتقطية النفقات الخاصة في هذه المدارسة تدهور العملية التعليمية بهذا الشكل في بلد غني بثرواته ومقدراته ونفطه يطرح علامات استفهام كبيرة وأسئلة محيرة تصعب الإجابة عنها إلا بعد الإطلاع على حجم الإهمال الحكومي الكبير والفساد المالي والإداري الذي رافق حكومة الاحتلال المتعاقبة اشتركوا في القناة